السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الثلاثاء 9 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الأسد لغاية الساعة وحدة و 47 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 2 و 6 دقائق من صباح يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركة والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 16 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج وبما أن القمر موجود لغاية ساعات ما بعد الظهر في برج الأسد معناته من ظل هذا الوقت منكون أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا معاطفيا والناس من حولنا أيضا بيكونوا كذلك وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن نتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي هو رح يبدأ الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ومنول المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية منركز على جميع التفاصيل مندقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا والناس في هاي الفترة بكونوا نادرا إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا أفضل وقت للتخلص من عداد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل وها المراجعات والفحوصات الطبية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت الطرارية طبعاً عندنا القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات العصر وما بعد البنكرياس والعمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم طبعاً في فترة خلو المسار أنا ما بنصح فيها إلا إذا كانت الطرارية وما في مجال التأجيل أما بالنسبة لعمليات التجميل أيضاً فترة خلو المسار طويلة خلال النهار بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فما بنصح بعمليات التجميل إلا بعد انتهاء خلو المسار اللي هو الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكن القص العلاجي أيضاً مش بفترة خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العذراء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة فجراً بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة تنتين وصد دقائق فجراً بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش أكثر دقة بصير بنبدأ باليوم الخامس نسبة الإضاءة بتكون خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء زي ما حكينا في ساعات ما بعد الظهر ورح يظل بالعذراء لا يوم اثناش سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات المساء منتحس بنسبة ثلاثين في المية أما في ساعات متأخرة من المساء بصير منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احداش سبعة سعيد بنسبة مية في المية الآن ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدالو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بالظل رغبتكم قوية للتقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم من الآن وحتى ساعات الظهر وتعتبر فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك تسعر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنها الظروف ملائمة للموازلة والمصالحة وتكرار المحاولات ولكنها مش ملائمة للخلافات والنزاعات وفرض الرأي على الأحباء أما من ساعات الظهر أو ما بعد الظهر أو من نقول من ساعات العصر وما بعد انتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعملكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم من الآن وحتى ساعات العصر وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية من ساعات العصر وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع الداخلية للمدن وأثناء الحركة خوفا من الإصابات والحوادث والمخالفات رغم أنك اليوم تتمتع بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك أما من ساعات العصر وما بعد بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم من الآن وحتى ساعة العصر بظل برضو في مجال لفرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لاسية مشراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ كل ما اقتربنا لساعات العصر من ساعات العصر وما بعد بتنشطوه بالتنقلات والسفريات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم برضو في نشاط وحيوية ما هو أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي من الآن وحتى ساعات العصر في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية في حل الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من ضياع أو السرقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل التعبم سيطر عليكم لغاية ساعات العصر حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وأثناء التعامل مع الغير ممكن تذمر زي ما حكينا يوم أمس من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فبدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد لغاية ساعات العصر وما تسمح للقلق منه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ونظم أمورك وضاعف مجهودك يعني وهذا التعب كله كل اللي بتشعر فيه من تراجع في الصحة أو الطاقة مع ساعات العصر بيختفي لأنه من ساعات العصر بتمتلقه نشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أطلب مساعدة الآخرين وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهمش أنك ما توقع وحيد وحاول أنك تنجز كل الأعمال المهمة قبل ساعات العصر لأنه في ساعات العصر القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لغاية فجر يوم الجمعة فلا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ وحاول أنك تعمل بشكل روتيني برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل برضو لغاية ساعات العصر وبالظل فترة مناسبة للبحث عن عمل أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين ولكن إذا كتقدم أفضل ما لديك لأنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية لأن هذه فترة برضو بتظل صعبة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بوضعك بحياتك وبظل بإمكانك تعزيز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصادي أما من ساعات العصر وما بعد بتبحثوا عن علاقة التوافق اجتماعي فممكن تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة لغاية ساعات العصر المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلافات والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع إرث أو مالي أما في ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في السفر في الاتصالات لبعيدة وعلاقاتكم مع الأحبة وامتحاناتكم ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بالنسبة لموليد برج الدلو ترغبوا في تدعيم شراكاتكم برضو القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات العصر وبالفترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي أنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما فينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل تطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتصرع في اتخاذ القرارات أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور التانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أيضاً أكثر من يوم أمس لأن القمر بيقترب لمقابلتكم تماماً فحالشان هيك بتنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم وكونوا أكثر تنظيماً وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات خصوصاً مع زملائكم بالعمل وأيضاً انتبهوا وتجنبوا إثارة إهمال وضعكم الصحي وخذوا قسط من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن أما من ساعات العصر وما بعد هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء